ناس كتير بتسأل ان هما بش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب اه حاج بس ان انا اناوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي лиست فيه لكل صف لكل صف بيكون لهم بلاي لست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل هتقعد بها تتصفح وتشوف السف الدراسي اللي انت بتدبعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب وتنساش انك دعمنا باللايك ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا ياريت تشترك في القناة هو سهل بس افكاره وحواراته كتيرة شوية وهي سهلهلك باذن الله هسهلهلك باذن الله طيب هو يعتبر اصلا تكملة الليسون الاولاني هو زي الدرس الاولاني بس التكملة بتاعته طيب ازاي بقى بصة اسي دركز هنا مثلا بيقولك 2x2 plus 3x plus 1 احنا كنا قلنا في الليسون اللي فت ان ما ينفعش ان يكون ال x2 بيكون لها فعلشان كده لما تلاقي في المسألة قدامك ال x2 اول حاجة تفكر فيها هي ينفع اخد طب هعرف ازاي هل يطرق ينفع اعمل لا يبقى مش هتنفع اخد يبقى هنستخدم الطريقة تانية لها طريقة نستخدم طريقة تانية لها طريقة كل ده علشان اتخلص من مين على فكرة كتاب المعاصر حلها بطريقة طريقة الاحتمالات احنا مش نحلها بالطريقة دي كده هنا احلها بطريقة واحدة وهتبقى معك سهلة ان شاء الله طب ايه الفكرة الفكرة ان هنا عندي هنا ان انا عايز اتخلص منها اعمل فيها ايه ممكن احنا نعمل في المسألة عشان مسألة تبقى سهلة عليها ازاي ناخد ونعملها نعملها ملتبلاي الوان نعملها الوان يبقى هيكون عندي هنا بس شوها كده هي عبارة احنا عايزين هنا تبتاحهم بيكون والسام هنا بيطلع لك بسري وهنا طبعا وهنا برضو وهنا برضو وهنا برضو هيكون هنا ايه بوزيتيف يبقى احنا كل اللي احنا عملنا ان احنا جابنا عملنا طب انت كده انه يعتور غيرت في الماسألة كلامك صح فعشان كده احنا هنرجع الحق لاصحابه ازاي انت عملت في الاول ما ملتبلاي تو فحنعمل هنا ازاي ناخد النمبرز دي ونعملها يعني انت بص انت بتاخد كل واحد من ده وتعملو ايه كده عشان بقى انت برضو عارف يبقى اكس بلس مش هتنفع هتطلع لها انا مش عايزة المسألة تطلع معا فناخد ده اللي هي موجودة في الدنوانيادر دي بنحطها اينا كل واحد ده بتكتب زي ما اوه يبقى لو ما انفعش انك تعمل دي فيجن دي بنحطها هنا بفين مع الايه الاكس طب وهنا فعشان كده هنكتب ما فيمتش حاجة ما فيش مشكلة اخد دي شوف هنا نفس الفكرة برضو اول حاجة تفكر فيها هي هل هي ترى ينفع اخد دي يعني ينفع من لا يبقى مش هتنفع يبقى تانية حاجة بعد كده نستخدم طريقة ومنها هناخد دي نعملها يبقى زاد باور تو مينس سبن زاد بلاس تو باي فايف اقوال زتن ومنها هنعمل هنا باقي تو براكت ونعمل فكتوروزيشان زاد باور تو هنا زاد تايمز زاد تو نمبر اتس بروديكت اقوال زتن انت سم افزيس تو نمبر اقوال سبن تو تايمز الفايف الفايف دي هلا الجريت ردي تاخد السين بعد كده بقى نعمل ايه نرجع الحقيق لاصحابه انت عملت يبقى هنا برضو اه انت عملت هنا برضو نعمل وهنا برضو مش هتنفع عشان كاولي الفايف لو سمحت اتعالي نوت انت مكانك مش هنا انت مكانك هين عند الزد وفايف اوفر الفايف بيكون ايه الوان وبس كده مش فاهم برضو انا هنا برضو اول حاجة لقيت اللي هي اول حاجة تفكر فيها اللي هي هل يضطر ينفع اخد دي هات ازاي يعني ينفع اعمل لأ يبقى بعد كده هنعمل ايه هنعمل طريقة طريقة طيب وبعد كده ناخد يبقى يكون عندنا ومنها هنعمل بقى ايه هيبقى هيبقى سكس مالتيبلاي التن سكس تايمز تن ركز بقى في الحتة اللي جادي التن دقيات هتاخد هتكون بوزيتف هتكون ايه هتقول لأ مستربان هكمل انا هنرجع على حق الاصحابه لو هعمل هنا بالضبط عليك هنعمل دي ودي برضو مش هتنفع فناخد دي نحطها في هنا هتكون ومسألة كده ايه خلصت ناخد ده لان في فكرة حلوة برضو المسألة دي هتقول برضو زيها مية زيها بس فقى حتة سيكة كده بس مش اكتر اول حاجة تفكر فيها هي اسأل نفسك هل يطرق ينفع اخد دي كومن فكتور ازاي يعني ينفع لأ يبقى تاني حاجة هتفكر فيها هي طريقة ناخد هيكون عندي ونعمل هنا هنعك ه 0ون 2's equals 0x product x x product A or x X وهي ن subjects x 0ون 2's product equal equal 18 و sum equals 11 أنه أكون Hayكون Equals 11 هاتقوللي 2 times 9 الـ 9 تأخذ the sign of the middle اللي هو another uneague and negative by positive هتكون equal to half A임 negative وبعد كده احنا عملنا في الاول A dividing A او مفروض هنا نعمل هنا برضو ما تقول ايه ده اه ده ما ينفعش نعمل ما عشان كده ركز معي. انت لو عملت ده خلي بالك ان احنا بنعمل يعني السؤال اللي هيجي لك في الامتحان يعني في ابسط صورة. انت عندك هنا لازم ان نعملها سنبلفاي. هنعملها سنبلفاي. يعني هنعمل سنبلفاي. فيبقى هنا هتقول لها مسلا نعملها عالك مفيش مشكلة اعملها عالك الكريتو. يبقى يكون عند الايه? الزي ما انت عامل. ودي الاكس برضو. ودي برضو هتعملها سنبلفاي عالك الكريتو هتطلع لك مكان ما ينفعش ان انا اكتب اصلا ما ينفعش. فيه? ما ينفعش. فهنعمل ليه بقى ان اخد دي اللي هي موجودة في دي نحطها هنا. يبقى هتكون عندي هنا سري اكس مينس الوان. وهنا برضو دي برضو نحطها فين عند دي. يبقى طب يا مستر. اتفضل. هو يحصل حاجة. لو انا اخدت دي من اول هنا خالص زي ما انت كنت بتعمل مرة. ونعمل هنا سيكس هنا والسيكس برضو هنا. اه ما ينفعش. ما هو هيجي لا يبقى يبقى انت كده لما عملت له ما عملت لهش ما عملت لهش ما عملت لهش هو عايزها في ابسط صورة ديها يعني. فلازم ان انت تعمل حركة دي تعمل هنا الايه? وبس. بالله عليك ركز في جزئية الايه? دي برضو نفس الفكرة. دي برضو نفس الفكرة. تعال كده هناخد دي برضو ملتبلاي سيكس. هتطلع بكام بايتين? يبقى واي باور تو بلس سيفن واي مينس الايه تين. ونعمل بايتو براكت هيكون عندك الواي باورتو هنا واي وهنا واي. تو نمبر البروداكت. اتس برو دي اقلز الايه تين. والديفرنس بطلع لك بسيفن. هيكون عندك مين? هيكون عندك تو ملتبلاي ناين. الناين دي هتتاخد اللي هو وهنا وهنا وهي هيكون اللي هنا ايه? احنا في فوق هنا عملنا ايه? اه ملتبلاي سري. فهنا هنعمل ديفايدنج اللي ايه? سري. هنا مش هتنفع. ناخد سري اتحط هنا. هتكون دي الفكرة او الفكرة الاساسية بتاعت الليسن ده. طب تعال بقى ناخد فيها افكار تانية بقى. انا زي ما قلت لكم قبل كده المرزاكر الدرس الاولاني بالنسبة له الدرس التانية هيكون ان شاء الله سهل شوي. سهل يعني. هيفهم افكاره. انت عندك ايه المشكلة? المشكلة هنا ان فيها عندي هنا يعني دي المختلفة بس عن المسألة يفتد ان في هنا بس. يبقى اول حاجة ما تنساش اول حاجة انك تفكر فيها اليها الكومن ايه? كومن فاكتورز. هل هي الطريق هنفع اخد لأ. الكومن فاكتور اللي هو يبقى ناخد بقى طريقة اللي ايه? الملتيبلاي. فهناخد التو دي ملتيبلاي اللي ايه? التو دي. فايب عندك اكس بور تو. مينس فايف اكس واي بلس فور واي بور تو. عادي اخلنا في اللي سنو اللي فات. ونعمل باقي ايه? اكس بور تو هنا اكس وهنا اكس. واي بور تو هنا واي وهنا واي. اعمل زي ما انا بعمل كده. تو نمبر اتس بروتكت اكوالز الفور والسام هيبقى الفور. لما تجد الجماحهم يطلع لك بفايف. طب وبعد كده الفور دي اتاخد الصين في زم يدر اللي وهن نجدف. ونجدف ملتيبلاي البوزة دي هيكون ال ايه? النجدف. نرجع لفاق لاصحابه. يلا. هنعمل لما بتديفايد التو. وان دفايد التو مش هتنفع نحط التو هنا. فور دفايد التو هتكون هي دي الفكرة بس. طبعا يفضل ان وان ده ما يتكتبش. يفضل يعني. طب لو كتبته هيحسبها لي غلط يا عم لأ. بس بقول لك يفضل. طيب ناخد كمان اهي برضو نفس الفكرة. ركز بالكلام اللي انا بنقول لك اول حاجة تفكر فيها لها. هتقول لها مستر انا ملاحز ان احنا كل مرة بنعمل مقدارات الملتيبلاي. يا ابني يا حبيب ما تاخدهاش حفظ مقدارات الملتيبلاي عشان ده هو ده عنوان الدرس اصلا. لان لسه في كمين فكرة هتضاف علوم كمان في الدرس التالة او الرابعة. فالكز بس. هل هي طريقة اخد الفايف دي دفايد السكس? لأ. يبقى هناخد بقى طريقة الملتيبلاي. ناخد السكس دي ملتيبلاي الايه? الوان دي. هيبقى ايه باور تو? طلس فايف اي بي طلس هنا في السكس ملتيبلاي ايه البي باور تو? هيكون عندك هنا سكس بي باور تو. ونعمل ايه بقى? هنعمل هنا بقى ايه? عادي. بالراحة خالص. هنا ايه? وهنا ايه? هنا باور تو? هنا بي وهنا برضو بي. والصمي طلع لك بفايف. الصمي طلع لك بفايف. انا عندي هنا ملتيبلاي سري الله عليك شاطر. السري ديات هنا بوزدف هنا بوزدف هنا باردو بوزدف وهنا باردو بوزدف. نرجع لحق لاصحابه? يلا. احنا عمل هنا ايه? نفس المسألة اللي تلك عليه. دفايد السكس هنا? وتفايد السكس هنا. ديات لو عملتها سمبل فاي طلع لك بثيرد. نفس المسألة بالزبط. بثيرد. ممكن تكتبها. عشان ما تطلق بوزش. السري ديات السري دي تتحط هنا. يمسح كدوات. هنسيب الوان الوان ما تكتبشه طبعا. والثري تتحط هنا. طب سري اوفر سكس هتعملها دي اصلا بوان اوفر تو. عيز تكتبها بعد كده اه تشوف انت هتعمل ايه? فالوان اوفر تو. فالتو دي هتتحط هنا? هتفضل في مكانها او ممكن تشيلها اصلا. بس براحة خلص وانت بتحيل. هتلاقي الموضوع معك والله سألة جدا. هتلاقي الموضوع معك سألة. على فكرة بس انا دي بدي تحلي بطريقة تانية. غير طريق برضو بمعاصر. بس هتبقى برضو يعني ايه مش كل اللي يعرف يعملها مش كل الناس هتعرف تمالها. اللي يعرف يعملها بس اللي اللي حافظ كويس قوي قوي يعني. يعني يعني مرة واحدة كده. بس خلانة دي اسلم يعني. لان بتمشي مع كل الطلبة. تقول لي برضو مش مش دخلها دماغي. تب ليه بس يا ولدي? ليه? نفس الفكرة اوة. هنفكر في اول حاجة في الايه باورتو. في الكومن ايه فاكتورز. ينفع اخد الاليفن دي فايد انت تن? لأ. يبقى خلاص مش هتنفع. يبقى ناخد طريقة ايه? الملتبلاين. احنا هنا هنعمل ايه? برضو كالعادة هنعمل التن ملتبلاي ايه? الاتين. فيبقى عندك هنا ايه باور تو بلس اليفن اي بي مينس اتين ملتبلاي التن هيكون ايكولز وان هندرد ايتي بي باور تو. بي باور تو. طيب وبعد كده. وبعد كده هيكون عندك هنا ايه? هنعمل هنا بقى ايه? كده وكده. هنا ايه? وهنا ايه? البي باور تو. هنا بي وهنا بي. هنعزين هنا تون نمبر. بتاعهم بيكون وان هندرد ايتي. والديفنس بتطلق بايليمن. ممكن الرقم يكون كبير عليك شوية. تستخدمها او تعملها على الكالكليتور. اشغلكوا الكالكليتور. اهيئة. هنعمل ايه? احنا هنا هنعمل ايه? هنعمل مود. وهتلاقي عندك هنا في دي ممكن تكون مكانها متغير. ممكن مسلا يشوف اللي عندي هنا مكتوب جنبها نمبر فايف. فانت ممكن تلاقي عندك مسلا او انت تلاقي عندك مسلا مكتوب جنبها سري جنبها تو على حسب الاسدار الكالكليتور اللي معاك. مكتوب جنبها سري اضغط على النمبر سري. مكتوب جنبها تو اضغط على النمبر تو. طب انا اللي عندي ديت مكتوب جنبها فايف فانا هضغط على الايه على الفايف? وهتلاقي عندك هنا بقى ايه? مكتوب هنا في الكالكليتور هنا. اه هتاخد هنا النمبر سري لا ديت اي اكس بور تو بي اكس بلس سي اكوال زيرو لا ديت. النمبر سري ديت. فاضغط هنا النمبر سري. وبتبدأ باقي تكتب الايه? انا عندي هنا فيه انا. اكتب هنا بالبوزيطيف هكتب اكتب اكتب كمان اكتب. قال لك الاكس الانت هتخدها بعكس السين. يعني هي انت هتخد هنا بالنين. اضغط هنا هتحط هنا ايه? هتحط هنا ايه? وبس المسارك هتحلت. طيب تعالى بقى ندخل على المسألة دي برضو نفس الفكرة ما بيش في اي حاجة جديدة خلاص. وانت كده اوصلا هتستخدم ليه الكالكوليوتور? تعالى بقى في دي برضو مادم هنا يعني كمان ايه? دي فكرة جديدة. دي ايه فكرة جديدة. ركز باب اللي عليك. احنا قلنا في المسألة وهنا فيها اول حاجة هتفكر فيها. هتقول له مش موجود. انت كده حافظ بقى مش فاهم. انت كده حافظ. او هتقول لي لا. يعني معنى كده هنا فيه معنى كده هنا فيه ايوة فيه. لو جدت تركز هنا على النامبر زرية سيكس. وهنا الاتين. وهنا ليه? الاتين. اه. فيه ما بينهم. فيه ما بينهم. هم من يا مستر لأ ما 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 نفعش نعمل والكلام ده. حبيبي. يعني يعني دولت مشتركين في واحد. وانا اعرف منين. ما فيه ناس لحد الان لسه ما تحفظش اه مش حافظة جيدة للضرب. انت عندك دي. وعندك وعندك دي. وعندك دي. شفت بقى? يبقى هنا فيه هو ده كومن فاكتورز. يبقى فيه وبيطلع دولت لوال ايه? يبقى المسألة فعلا فيها كومن فاكتور. يبقى انا لازم اعمل في المسألة الاول خلي بالك احنا الكرة بعد انا ندخل في الجد. هناخد سري كومن فاكتور. ونفتح لان انا بعمل في المسألة. انا بعمل في المسألة. وبعد كده ما انت قوي قلنا اخدنا سري كومن فاكتور وهنا بردو دفايد سري. وهنا بردو دفايد سري دفايد سري دفايد سري. طيب وبعد كده. وبعد كده. سيكس دفايد سري ايكول زيتو. اكس باور تو. تونيوون دفايد سري سيفن الاكس. ايتي دفايد سري ايكول سكس. بقت المسألة جديدة هي. زي اللي احنا كنا عادين نحل فيها من الاول. ده دي. بس بعد كده اي ستب هتكتبها لازم نستر دي ايه تكتبها معاك. احنا هنا هنعمل في المسألة. الايدت الايه هو? ان احنا هناخد النمبر ده. هنعملو يبقى هكتب هنا تنزل تحت تاني. ونفتح الان. وبعد كده هيكون هنا اكس وهنا اكس. والصمي طالك بالسيفن هيكون سري طامز الفور. الفور ديت تاخد اللي هو النيجدف. وين النيجدف باي بوزيتف هيكون اكوز النيجدف. تعالي بنا نرجع الحق لاصحابه. من بقى الحق? الو ده وقت. هنرجعه. هنعمل ايه? مش هتنفع نحط هنا. هتكون هي دي المسألة. ايا يا معلم. هتقول لي انا معك يا معلم. عادي مسألة هيت. تمام مش. هتقول مش فهم حاجة. شف هنا مسألة دي برضو فيها فكرة كمان. وما يلاحزهاش اللي واحد اشتغل في الدرس الاولاني كويس. المسألة في الاول قبل ما تشوف الاول مش المسألة اصلا مش مترتبة. المسألة مش مترتبة مش معاملها كده. لو جدت لاحز اتلاقي ام وبعا كده الام برضو في الاخر وهنا المكتوب هنا في النص. كده لازم تعرف. احنا هنعمل ايه? احنا هنا هنعمل ايه? فهنكتب ايه بقى في الاول هنا وهنرتب. ودي جاية وراها. الام وبعد كده نجي تفتن. تبدأ بقى تاخد تبدأ بقى تاخد الكومن فاكتور. اللي هو مين? هنا ففتين وهنا توني فايف وهنا تن والفايف. وتفتح بقى ايه براكت. احنا كل واحد منهم نعملو ايه? دفايد الفايف دفايد الفايف دفايد الفايف دفايد الفايف. ودولت هتطلع لك بفايف. الام مينس تين فايد الفايف اقوال زتوها. بعد كده بقى نعمل نفس الحوار. هناخد ستريديات ونعملها ملتبلاي لايه? ايه? يبقى الام باور تو بلاس فايف الام مينس التن. طيب وبعد كده هناخد الفايف ونعمل بقى ايه? ايه كده ستزلب وبعد كده الطيب الاية. هنا ام وهنا ام. توني ب điềuولك بتعتهم بتكون تنان and different. تطالك بتطلع لك بفايف. هيكون هنا ال requires so there to equal the six مش grace ten. هنا بتكون equals six. هاكون هنا two number its six difference بتطلع لك p. الفايف هيكون one multiplies six. والسكس دي هات تاخد الساينو بزا ميدل اللي هو البوزيطيب. والبوزيطيب باي نيجيطيب ايكوالزي نيجيطيب. نرجع على حق الاصحابه اللي هو سري. مش الفايف. سري. اللي انت عملتها ملتيبلاي. يبقى مش هتنفع نحط الناس ري. سيكس دفادي سري هتكون ايكوالزي. وبس كده.